موسيقى مساء الخير هو التفاوض بالنار فمع بدء معادلة الأسرى بالأسرى يبدو أن غزة موعودة بليلة دامية مهد لها العدو بعزل المدينة عن شبكة الاتصالات وقطع التيار الكهربائي وتطويق القطاع بقصف هو الأعنف منذ بدء الحرب والأنباء الواردة هذا المساء من قطاع غزة تحدثت عن قصف تدميري ربما يكون تمهيدا لبدء دخول قوة المشات لكن معركة الاشتياح البري سيواجهه فيها جنود العدو غزة بطبقتين الأرض وما تحتها واللافت أن التصعيد الناري كان يسبقه بساعات حديث عن تقدم جبهة التفاوض على الأسرى ووقف إطلاق النار حيث دارت المحركات على محورين روسي وقطري وطرح وقف إطلاق النار مقابل الأسرى سرى مفعوله مع انطلاق مساعدة وزير الخارجية الأمريكية لشؤون شرق الأدنى باربارا ليف إلى الشرق الأوسط وبلوغها الدوحة بهدف عقد اجتماعات خاصة بصفقة التبادل أما حماس وعبر وفدها الموجود في موسكو فقد حسمت رأيها وأعلنت أنه ليتم إعادة المزيد من الأسرى قبل الاتفاق على وقف إطلاق النار وهو ما لم يدخل حتى اللحظة في سردية الاحتلال الذي ندد باستقبال موسكو للوفد الحمسوي واتهمها بدعم الإرهاب عند هذا الحد توقفت حرب المعلومات وبقيت الكلمة للميدان فلم يعلو على صوت العدوان الهمجي على قطاع غزة سوى الراجمات الصادحات وصليات الصواريخ العابرة للغلاف ومنه إلى قلب تل أبيب وعمق أطراف مستوطناتها فأصبت الأبنية والأبراج ورفعت المستوطنات ومن فيها إلى مستوى الإنذار الأحمر ردا على استهداف المدنيين واستمرار كتائب القسام بإطلاق رشقات متتالية للصواريخ على مدى 21 يوما من معركة الطوفان يثبت أن السلاح صاحي ودخلت على خط ناره كتائب أبو علي مصطفى وغيرها من الفصائل المقاومة على أرض معركة واحدة لتثبت أن الدعاءات الاحتلال باستهداف المواقع والمراكز هي عملية تمويه فاشلة لاستهدافه المدنيين وتبرير مجازره وهو جيش الاحتلال اليوم وبعد قصفه المستشفى المعمداني يهدد باستهداف مستشفى الشفاء في غزة بذريعة أن القيادة المركزية لحماس موجودة أسفل المستشفى وإذا استمرار العدوان على غزة رأى رئيس المكتب السياسي لحركة حماس أن المنطقة اليوم على صفيح ساخن وأن العدوان سيخرج كل المنطقة عن السيطرة لكن دول القرار التي تخوض حرب التعب أدعماً لبنيمين نتنياهو تهرب إلى الأمام في تعويم حل الدولتين بمفاوضات جديدة علماً أن الأمم المتحدة صادقت قبل عقدين على هذا القرار ولم تلتزم إسرائيل به كعشرات القرارات الصادرة بحقها في المقابل فإن الاتحاد الأوروبي ومعه الولايات المتحدة الأمريكية لا يقرؤون في أسباب الطوفان ولا يقاربون قهر شعب القطاع ومعاناته وحرب إبادته وتهجيره ويمنون أهل القطاع بنوافذ إنسانية وبهدنة بين مجزرة ومذبحة لإصال مساعدات لمن وصفوهم بالمحتاجين وعلى مدى 21 يوماً من الحرب على القطاع ماطل في استصدار بيان لوقف إطلاق النار